دشنا محافظ محافظة شبوى عوض محمد بن الوزير في مشفى شبوى العام للأمومة والطفولة بعتق ومعه وكيلال محافظة الدكتور عبد القبيل أمروق وأحمد الدغاري ومدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب المرحلة الأولى من دعم مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية للقطاع الصحي بالمحافظة والتي تتمثل في إعادة تأهيل وترميم وتجهيز وتشغيل أربع مشافي محورية في المحافظة تشمل مشفى شبوى العام للأمومة والطفولة ومشفى الدفيعة في بيحان ومشفى عزان ومشفى عرمى وطاف المحافظ بن الوزير والطاقم المرافق معه بأقسام مشفى شبوى العام للأمومة والطفولة واطلعوا خلالها على نوعية وحجم التجهيزات التي قدمتها مؤسسة خليفة للمشفى والكوادر الطبية التخصصية التي حضي بها المشفى مؤخرا وعبر المحافظ عن تقديره البالغ للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما يقدمونه من دعم ومساعدة للمحافظة في مختلف الجوانب الخدمية والتنموية مؤثنيا على تدخلات مؤسسات الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في هذا الإطار من جانبه عبر مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور علي ذيب عن شكره وتقديره العالي لمؤسسة خليفة على دعمها ومساعدتها للقطاع الصحي بالمحافظة من خلال المرحلة الأولى التي شملت أربع مشافي محورية والتي ستعقبها مرحلة ثانية ستشمل 12 مشفى آخر بالمحافظة حضر حفل التدشين مدير عام مديرية عتق عبدالله الخليفي وعددا من القيادات والكوادر الإدارية والصحية بالمحافظة